مية وسبعتاشر سنة من الإنجازات ومن البطولات وخلف الجماهير كبيرة جدا وعظيمة جدا وأعظم جماهير في الكون جماهير النادي الأهلي الحقيقة النهاردة تصفحت كل الجرائد وقاريت كل المواقع الحقيقة النهاردة برضو حابب أننا أحيي زملائنا في المصر اليوم المصر اليوم النهاردة عامل عشر صفحات عن النادي الأهلي يعني زملنا هشام حيسن الحقيقة بحي كل ما كل الناس الموجودة في المصر اليوم على الأداء وعلى الشكل الرائع والأستاذ إيهاب الجنيدي الجميع الحقيقة الأستاذ هشام حيسن وأستاذ إيهاب الجنيدي كلهم الحقيقة عاملين شغل رائع جدا عشر صفحات فيهم حاجات كتيرة جدا من أول ولا في غيره يفرحني حتى اتكلموا عن الوزير العاملي فاروق نائب رئيس النادي الأهلي السابق الحقيقة وخصصوا جزء كبير من احتفالية المصر اليوم للنادي الأهلي والأهلي وحكاية بطل وسلطان اللعبة وتوهجوا بالفنين الحمراء وجايبين كلمات كثيرة جدا لكابتن عامل متعب وأسماء كبيرة جدا أنا بحيي المهندس صلاح ديا طبعا رئيس مجلس إدارة هذه الجريدة العريقة المصر اليوم كانت من الحاجات الحالوة اللي أنا خدت بالي منها النهاردة طوال اليوم الحقيقة وإحنا قاعدين بنبص شوفنا الشغل الكبير اللي عاملينه والكل الحقيقة اهتم بالنادي الأهلي لأنه 117 سنة زي ما قلت لحضراتكم من البطولات والإنجازات 70-80 مليون أهلاوي جوه مصر دلوقتي ما تقوليش التحدتهم إزاي وعملتهم إزاي ولكن هذه هي الحقيقة كل ما بندخل في مكان في عشر أفراد لما بتسأل العشر أفراد دول مين كم واحد أهلاوي على الأقل 7-8 بيرفعوا ديهم من هنا بنقول أن هما دول الأهلاوية الأهلاوية في كل مكان ودايما موجودين ودايما بيبقوا يعني موجودين في كل الأماكن لأنه هذا الجمهور هو الأساسي